نيوين والألو ألو ألو أيوة أيوة سأل خير ألو سأل خير ألو سأل خير إزايك؟ إزايك يا سأل الحمد لله أتعرف بيكي أم سعيد أفنم سعيد سعيد مش كده؟ ضعيب كم سنة؟ ألو واحد وشرين مرتبطة؟ كنت مرتبطة كنت مخصبة طيب إيه اللي حصل؟ إيه الفكرة كلام كان طويل نحن نتفق مع الله عدم أنه كان صدي يعني صاحب واحدة صاحبتي أربع من بعيد أم أشوفني نحن عارضون وتريته وقال لها أنه يعني بيحبني وكذا وهي ما رجيت تجد له أي تفاصيل عني ولا أي حي كذا وهو عارف تفاصيل ما عرف شمين أم وقيت خطبنا تمام أهدنا خمس ونوف تمام كويسين ما فيش أي حاجة فجأة قالت وقال لي يا سعيد أنا أمبرح عملت حاجة غلط أم فقال له إيه غلط إيه مش فهميك إيه قال لي أنا يعني عملت حاجة مش كويسة مع واحدة أم فقال له تمام دي حاجة كشفة أنا مليش دعوة بها بس أنا مش هينتها أكمل معك أي يعني ده حصل وانتو مع بعض ولا هو بيحكي لك على ذكرى حصلت يعني في حياته لا لا وإحنا مع بعض أم قال لي قال لي أنا عملت كده طيب طيب تمام دي حاجتك أنا مش مطالب يعني مليش دعوة بيها وشحور وشفت نفسك وعندما أنا مش هينتها أكمل لأن أنت بتقبل الحلوة بالوحش وأنت ما شفتش مني حاجة وحشة أم قال لي لأ مش هينتها أسيدك وكلام ده كله بعد حصل لأنا حكيت لوالدي والبيتي كده ولا بزينا نقول للأهل السببط ولا أي حاجة أهل الفكرة بقى اللي جاية إن هو عارف مكان شغلي ما عرفش مني ده خطيبك مش معقولي يعني ما كانش عارف كان شغلك مواكيد عارف كان شغلي لا 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 كان ساعتها لسا في الدراسة أهل 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 خلصت الدراسة وكده وخلصت كل بيدي وكل حاجة ومشتغلت أم مرغم أن أنا شغلها في مكان باقي جدا عن بيدي أم مش عارف في حاجة في التليفونات المعضة ولكن يعني حاولي تتصلي بينا تاني قبل ما نخرج عايز أقول بس حاجة سريعة لكل الشباب اللي احتفلوا براس السنة وكل البنات اللي احتفلوا براس السنة وكل الناس اللي هتحتفل براس السنة احتفلات راس السنة جميلة جدا ولطيفة خالص وعايزين ننبسط ونحتفل مع حبابنا ومع أصحابنا ومع أهلينا ونستقبل السنة الجديدة بس أرجو 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 أن يكون فيه شوية حرص في احتفلاتنا براس السنة علشان ما ننزلش نبهد للدنيا أو تحصل حوادث أو تحصل بلاوي ونقول حصل وحصل في راس السنة يكون فيه شوية عقل ويكونش فيه شوية اتزان نفس التيفون تانية ماجي؟ طعيم نرجع تانية ألو سعاد ألو أتفضل أعرف شغلك وبعدين طمام جاي عملي مشاكل كتير وكان عم شغل كتير قوي مشاكل ايه يعني؟ يعني يجع قدام الشركة وانا هيسها هاد ومخرجوها لحالة اه دهبل يعني مجنون لا مش مجنون دهبل مفيش حاجة اسمها مجنون على فكرة مجنون ده مرض ولهابل برضو برضو لا الهابل مش مرض ده يهبل يا بيستهبل يا بيلعبك علشان اه يعني تخافي فتنزلي وبعدين؟ لا بس عايزة انا مبخافش قلبي جامل بس اه الفيكة ده انا هو اه اعمل اكانت اه يعني باسمي مهم تيك مهم وبعدين باخل اعمل خيط اه بين برضو حد نشار فشتين واخد لك سكرينشوت منه مهم والشات مش حلو خالص بالمرأة اه وبيعملك فضايا اه وابعتهولي بيقولي لو ما رجعت ليش انا يعني اعبعت الحاجات دي لوالدك وهفضحك والكلام ده مهم اه 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 بس يا بنت الناس محضر في لازوغلي في مباحس الانترنت والناس اللي هناك دي ما بتغذرش والناس اللي هناك دي عارفة شغلها كويس قوي قوي هيتجاب يا هيتحبس يا هيمضي على تعهد وعدم تعرض يا الموضوع هيخلص بالشكل ده بما انه وصل به حالة الهابل والجنان كده دي يبقى ده لازم اهلك ياخدوا موقف رسمي بمحضر رسمي عشان اي حاجة حتى تتعامل تسيق الى سمعتك في يوم من الايام محدش يقدر يلوم عليكي لا ده كان مجنون وعمل 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 وانا عملاله محضر رسمي انت فاهمه قصدي فوالدك الصبحية كده في اي يوم لطيف ياخدك وتاخدي سكرينشوت للفيسبوك بيج بتاعته اللي هو عملهالك باسمك وتنزلي على مباحس الانترنت في لازغلي والناس هناك محترمة جدا والزباط محترمين جدا وبيجي لهم قضايا زي بتاع تحديتك كتير وتعملي محضر هناك هيخلصولك الموضوع باسرع ماتت خيالي وبالشكل ده الموضوع انتهي انما لو سبتي الأمور متعلقة ومستحملة جنانه وهتصبري عليه شوية لا مين اللي هتأذي في الآخر حضرتك حضرتك